السلام عليكم. مرحبا لمتسبعي قناة الحمدي. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله سنهضر لكم على واحد المجموعة من الاخطاء اللي انتم ما كترتكبوها اثناء الامتحان ديالكم. اه سواء يعني الامتحان الوطني او لا اه يعني تاع صحاب الجيهوي. اذا نتبعوا معي هاد الاخطاء هذي اللي كنتمنى حقيقة انكم تجنبوها لانها تقلق كما يعطيت العنوان هنا المصححة. للمقبلين على الامتحانات الوطنية والجهوية هذه هي الاخطاء التي تقلق المصحح. اذا الخطأ الاول وضوح الخط. اخوان ما لغا تكونوا كتكتبوه في الورقة ديال اه للتحرير خاسكم تكتبوه بخط يكون واضح واضح مزيان. اذا رجاء ان كنتمنى من الجميع خاصة اللي عندهم الخط شوية عيان او لا ما واضحش يحاولوا انهم يوضحوا الخط ديالهم في الامتحان. ارى المسألة مهمة ومهمة بزاف. لان ارى تصور معي يكون خطك ضعيف وتحطيح في شي مصحح لي ما يعطيش يعني الوقت الكافي للورقة ديالك فكون اكيد واخدر داك الشي يعني صحيح. فارال ما صعر ديالك اه نقطة اه ضعيفة. اذا النقطة الموالية او الخطأ الموالي. جمالية شكل الورقة. نظام الفقرات. كين فيكم دبا اللي ما تيهتمش يعني بالجودة او لا الجودة ديالشكل ديالو. كين يعني تيقول لك بان ارى جاوب صحيح ايه والمعطيات اللي اعطيت انها صحيحة وكل شي هذا. ايه مزياناتش. ولكن ارى الجمالية ديال الورقة راها مهمة ومهمة بزاف. لان هي اللي كتفتح يعني هاد الجمالية كتفتح الشهية ديال مصحح باش يعني ايفلي ورقتك من الول حتى اه الاخر. طبعا هاد الجمالية ديال الشكل ديال الورقة فارع له واحد النقطة خاصة به. الخطأ الموالي تجنب الاخطاء الاملائية واللغوية. ايه يا ناري يا ناري الاخطاء الاملائية واللغوية. ايه دخلت الواحد للبطاج في الفيسبوك وقلت لهم الاخوان راها الاخطاء اللي انتم تتساكبوا راها مخصكم اش تكتبوا بحلقة كاوهدا وشون جاوبني واحد قل لي يا لا لا دب احنا رغية تن تن نضرو في فيسبوك وتن ديرو دوك الاخطاء. وراها راها خف التواصل ديالك ما ساكش تدير دوك الاخطاء اعباد الله. خصنا الاخطاء الاملائية. واكتبوا باللغة التي تكون سليمة وخالية من الاخطاء الاخوان. لا رحم الوالدين. شوف وفي حالة ما انك ما عرفتش متين هاد الكلمة. واش غادي نكتبوا الهم زعليا واشع الوا واشع الاليف واشع اليا. حاول انك تغيير هذك الكلمة يعني كلها. فالحمد لله اللغة العربية لغة غانية. ممكن تبدل مصطلح بمصطلح اخر. ندوز الخطأ الموالي. تجنبوا المنهجيات الجاهزة. المنهجيات اللي تدخلو الانترنت او اللي كتصفطو بناتكم دابا يا صفت لها المنهجية صفت لها المنهجية. واشنو يا دي المنهجية المنهجية تتلقى فيها مقدمة وكتلقى فيها العرض او للتحليل تتلقى فيه دير مثلا اه بدايات وكتلقى دير بينك قوسين زع. مرة غا تبدل انتا نهار الامتيحان غا تدكو بينك قوسين هي الذك الافكار اللي غا تجيب انتا من ذك الامتيحان. اهلا اخوان الله يا رحم الوالدين راه دوك المنهجيات رك يكونوا معيقين بزاف خوصا يعني المنهجية كتلقاها اه اولا هذاك شي اللي مكتوب زوين مخالي من الاخطاء ومن اللي كتجي يعني لذك شي ديالك انتا كش اللي كتعطي انتا كتلقا كله عامر اخطاء المو صحي هاد المسائل راتي راح عارفها وحافظها واتشيرها طيب ناو فهمتي اه شوية شوية كونوا دكين في التعامل ديالكم ايش تدو المنهجيات مش ما تشدوهاش تجيبوهم الانترنت وهذا ولكن بتدلو فيها باسلوب كومتو مالخاص ماشي بدك ديالها كوبك ولي وتحطات مما وتبزلت من دوك الفراغات المسائلة معيقة ومعيقة بزافة الاخوان راح ماشي المو صحيح جاي من 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 شي كوكب غير الكوكب احنا اللي عايشين فيه راح عارض حالكم وراح ومن يتيحطوا دوك المنهجيات في الانترنت في المدونة ديالهم وكذا مسائل راح باينة اذا دا بغد ندوز نعطيكم بعض الامثلة يعني اه الامثلة اه بعض يعني الوراقات زيتها من الانترنت ولكني اجبتني الشكل ديالها شوف الخط كيف اجدها الخط واضح ها خط واضح وشوف الفقرة يعني من اللي بدا الفقرة اللي ولا دخول شوية فمتي بحال هذه الورقة حقيقة شوف من اللي كي سليل الفقرة كي يدير النقطات يرجع للسطر الى غير ذلك شوف الفاصيلة والنقاط ومكينش الاخطاء فمتي هاد هاد الورقة حقيقة كتفتح لك الشهية باش تصحها وغير علا هاد عد علا يعني هاد هاد الشكل ديال الورقة تزوين بحالكة رات يعطيك الموس يعني اه نقطة وخا فمتي وخا يعني ما تكونش داك شي اللي كتبتين انت خاطئ اه الاقل تتعاطف معاك وتعطيك واحد النقطة اللي هي زوينة كذلك يعني بالنسبة اللغة الانجليزية نفس الشيء شوما لا تكونوا كتكتبوا الرايتين شوفوا يعني كيفش الاخوان كانت من ناحقة انكم يعني تكونوا استفتوا من هاد الفيديو وتكونوا يعني اه خضوتوا خضيتوا فكرة على الاخطاء اللي اه اسميتها انا يعني اخطاء كاتلة وفعلا هي كاتلة فحد موافق للجميع والى الحلقة القديمة ان شاء الله